السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم شباب عاملين ايه اتمنى ان انتم تكونوا بافضل حال واتم صحة واهلا بكم في احدى حلاقات فانتازي ابو عمو اللي بنتكلم فيها عن فانتازي الدور الانجليزي والجولة 24 والدبل جيمويك اللي حاصل فيها فالله بينا ندوس لايك للفيديو واشتراك في القناة لو انت اول مرة تشرفنا وتعالوا نتكلم عن اهم اللاعبين واهم المباريات في الجولة 24 قبل ما نخش على الجولة 24 نتكلم شوية عن الجولة 23 بسرعة كده انا جبت 74 نقطة في الجولة دي وعندي ثلاث لعيبة ما جابوش نقاط انتونيو اللي كنت انا مكابتنه وعمة جريلتش وكنسلو التلاتة كل واحد فيهم جاب نقطتين طبعا انتونيو دهاني فوشي وطلعت من الكاس في الجولة دي بس لما بتطلع قصاد واحد بيلعب بيبقى فيه حماس شوية مزاي لما تكون بتلعب مع واحد ما بيلعبش وتبقى انت فارع عنه في النقاط ما بتحسش بحلاوة الكاس خالص الراجل اللي كان بيلعب قصادي جاب 75 نقطة وانا جبت 74 نقطة كان فضله هو في النهاية جاندوجان فقد لغير وانا فضلي لعبين سن وكمان معا بانفورد وكان الفارق بينا اربع نقاط لصالح الراجل ده عم الجاندوجان دخل الشوط الاول ضيع بالانت وقلت يا سلام سالب واحد يعني انا كده خلاص عديت في الكاس ولكن وفاجأ في الشوط التاني ان جاندوجان دسعت كل قصاد ليفربول وجاب هدفين فقدر ان هو يجيب 13 نقطة انا كنت متوقع ان جاندوجان ممكن يهدف في المباراة دي بس مش لدرجة ان هو يجيب هدفين قلت هيجيب له هدف او اسست بالكتير يعني وخلصنا في الموضوع فالراجل جاب 13 نقطة فبيقى الفارق ما بينه 17 نقطة لكن سن الناحية التانية الراجل عمل عليه وزيادة وجاب 10 نقاط وكان بقي لي بانفورد بقى يا عم بانفورد انا محتاج منك انك تجيب هدف وتخش تاخد البونس وخلاص على كده وميت فل و14 انا عدي وبالفعل عمنا بانفورد ما كدبش خبر وجاب هدف ولكن ما دخلش البونس كان الشوط الاول هو المتواجد في البونس وكان حياخد نقطتين فقلت كده تمام ان هو جاب لي 8 نقاط يبقى انا عديت من الراجل لان الفارق ما بينها كان 7 نقاط لكن في الشوط التاني ومع انهم طلعوا بكلين شيد فكل الدفاع بتاع ليتز كانوا اخد هو البونس وكنت متمنى كده يا عم بانفورد لحطي لك جون تاني اعمل اسست طيب يا كريستال بلس يهديكم كده تدخلوا هدف ليتز يونايتد عشان يروح البونس من المدافعين دي وياخد عمنا بانفورد البونس وعدي ابدا وبالفعل الراجل استطاع ان هو يعدي مني وان هو يتفوق علي بس كانت مباراة حماسية ما بيننا احنا التنين كل شوية واحد فينا يتقدم في النقاط على التاني بس نسيبنا من الجولة 23 واللي حصل فيها ونخش على الجولة 24 واهم المباريات اللي في الجولة 24 واللاعبين طبعا مش ممكن ننسى اول حاجة ان بيرلي عنده ويمكن احسن حتى احسن من الفرق اللي لعبت في الجولة 19 هلعب قصاد كريستال بلس وبعدين فلهم واحنا عارفين ان بيرلي فرقة غتيتة دي قدام الفرق اللي بتقدر انها تهدف وبتكون قوية جدا هجوميا بيكفروا سيئاتهم فما بالك بفرقة زي كريستال بلس ضعيفة جدا هجوميا في الاوينة الاخيرة وكمان زهة مش موجود معاهم فاللي هو ممكن يعملوا كلين شيت قصادهم وكمان قصاد فلهم الفرقة التانية اللي تعبانة ايضا هجوميا ودفاعيا لكن لو هنركز في بيرلي هنركز على الدفاع ومش هنركز على الهجوم لاني هجوم بيرلي ما جايبش غير 14 هدف فقط لغير اضعف دفاع في الدوري اضعف هجوم في الدوري الانجليزي الممتاز وبعد كده انت بما فيش لعب ممسك كده في الهجوم تقول عليه هو اللي بيجيب الاهداف او هو الختام بتاعت بيرلي لا دا الهدف ممكن يجيلك من اي لعب حرفيا فلو انت حتبص على بيرلي ممكن نبص على حارس المرمى بوب الراجل متميز جدا بيكون في اللقاءات اللي هي فيها هجوم على بيرلي بيكون متميز وبيقدر يصد كرات كتير فلما يلعب مباراة زي كده تخيل لو يطلع لك بكلين شيت في المباراة الاولى وكلين شيت في المباراة التانية ادي 12 نقطة يا معلم ولو صدله صدتين تلاتة كده ياخد له نقطة كمان مع البونس تلاقيه طلع لك في كل مباراة ممكن بتسع نقاط ولا عشر نقاط يعني تاخد لك 18 نقطة ولا حاجة في المباراتين دول في جولة واحدة من حارس المرمى فقط لا غير عشان كده لو انا هداب لب على حارس المرمى نيك بوب بتاع بيرلي فهداب لب من الدفاع ومش هفكر في الهجوم وعشان كده احنا عندنا لاعبين يا اما بين مي المدافع بتاع بيرلي ممكن ناخده يا اما بيترز الراجل اللي ممكن يعمل لنا كمان أسست قدام غير انه هو مدافع وياخد الكلين شيت تاني فريق معنا لازم نبصله وان كان الدابل جيم ويك بتاعه صعب جدا ولكنه فريق ايضا هو صعب جدا هو منشستر سيتي منشستر سيتي اللي ما بيعرفش ابوه وبالذات في الجولة دي مش هيعرف حده عايز يفوز في المباراتين ليه يا عم هقولك لانه هو فارق عن التاني بخمس نقاط ولو فاز في المباراتين بتوعه اللي في الجولة دي قصاد توتنهام ويفيرتون هيبقى فارق عن التاني بافتراج فوز منشستر نايتد قصاد ويستوبروم بتامن نقاط ويبقى كده قرب اكتر واكتر للدوري الانجليزي الممتاز والحصول عليه فالمباراتين دول مهمين جدا بالنسبة لجوارديولا لكن المصيبة في دماغ جوارديولا هي اول مشكلة حتقابلك هو حلعب مين ويرايح مين هم معهم مباراة في الكاس وصاد سوانزي مباراة سهلة فممكن الراجل يريح اللعيبة بتاعته في مبارات سوانزي ويبتدي ينزلهم كلهم في المباراتين الجايين لكن اكتر لعيب لازم نبص عليه والراجل اللي هو منفجر مع منشستر سيتي الموسم الحالي هو الكاي جاندو جاند بل ممكن انت تكابتنه في الجولة دي الكاي جاندو جان حتى في تواجد دي بروين او بغير تواجد دي بروين بنلاقي ان الراجل بيزيد جدا هجوميا الراجل بيصنع اسستات وبيسجل اهداف وهيك شفته في مباراة ليفربول على الرغم انه ضيع بالانتي وطلع بسالب واحد في الشوت الاول لكن قدر ان يجيب 13 نقطة في الشوت التاني وراجل هدف هدفين قصاد ليفربول الفرقة يعني هي طبعا الفرقة تعبانة في الاول اخيرة ولكن تعتبر فرقة تقيلة ومن نفس نوعية المطشاط اللي هو حيلعبها قصاد توتنهام وقصاد ايفرتون اما لو هنحط لعب تاني مع عمنا جاندو جاندو جاند فانا ارشح ان انت تختار من دفاع وارشح تختار الراجل اللي ما بيتغيرش والراجل اللي رفع دفاع من ساعة ما جاء يعني بالنسبة لستونز ممكن تلاقي جوارديولا في بعض الاحيان بيروح منزل لابورتي مكانه او مثلا يروح منزلك لابورتي كظاهير ويشيل كانسيله لكن دياز الراجل بيوعد مكانه ما بيتشلش قاعد من ساعة ما جاء هو مستوى كويس اه غلط قصاد ليفربول لكن انت مش متوقع ان الغلطة دي تتكرر تاني وانت شايف من اول دوري مستوى الراجل ازاي فاحنا ممكن نحط العين على ودياز من دفاع منشستر سيتي الماتش اللي بعده معنا والفرق اللي ما معهاش اول ماتش معنا حيكون ماتش منشستر رونيتد ووستبروم ووستبروم فرقة كده ملهاش فيها وبتاخد اهداف زي ما انت عايز يعني لو الهوى لعبهم حيسجل فيهم اهداف اما منشستر رونيتد فراجع لسكة الانتصارات وعايز يستمر في السكة دي وعايز يحافظ على مركزه التاني على الاقل وبنشوف ان برونو فرناندز ابتدى يرجع لفرمته وابتدى ياخد السكة تاني وترجع له السكة والمعنويات ترتفع تاني حتى في ماتش واستهام الماتش المكلح اللي لعبوه في الكاس شوفنا لما برونو فرناندز نزل ابتدت الفرقة تشم نفسها منشستر رونيتد تحس ان الفرقة اختلفت تماما وان الراجل قدر يدي روح جديدة للفرقة فعشان كده هيكون برونو فرناندز هو الخيار الاول معنا في المباراة دي وايضا فيه خيار دفاعي ومتميز في الاوينة الاخيرة وهو لوك شو اللي بيزيد كتير في المباراة بنشوفه بيقدر يعمل عرضيات جميلة جدا وبيعمل اسستات وشوفنا ده اصاد ساوس هامبتون الراجل عرضياته بيتسم كده نوعا ما حاجات جديدة كده تحسها على شو ولكن شو الموسم الحالي متقلق فممكن في المباراة دي اصاد وسط بروم يعمل لك اسستة او انه مع زيادته يسدد على المرمى وتلاقي ان الراجل بيحرز لك كمان هدف تاني مباراة معنا هي مباراة تشيلسي ونيو كاسل على الرغم اننا تكلمنا عن تشيلسي قبل كده وتكلمنا عن الونزو لكن تخيل قولنا ان هو مدرب بيعمل روتيشن كتير فتلاقي ان هو نزل في الماتش اللي فات قصاد شيفلد يونايتد بيعمنا تشيلويل بدل الونزو ولكن يظل ان مستوى تشيلسي في ارتفاع تشيلسي تحت ايد تخل حتى الان لعب اربع ماتشات فاس في تلاتة وتعادل في واحد وكنا تكلمنا عن روديجر قبل كده لكن روديجر في الماتش ده لانا على الرغم ان هو لعب لكن دخل جون في مرمى لكن اللاعب اللي واضح انه مستوى ابتدى يرتفع مع تشيلسي ومع تخل هو فيرنر الراجل معتمد عليه في اخر تلات ماتشات وبيلعبه اساسي وفي اخر ماتشين قدر ان هو يعمل تلات اسستات والراجل كمان بيشوت كتير على المرمى ولو جورجينيو مش موجود في الملعب هتلاقي ان فيرنر هو اللي ماسك ضربات الجزاء فهو خيار جيد جدا من المباراة دي وانا متوقع له بصراحة ان هو يعمل حاجة في الجولة دي واللاقيه بيجيب عدد نقاط كبير جدا اخر مباراتين معانا هنكلم عنهم في الجولة دي هتكون مباراة اسطن فيلا قصاد برايتون وايضا وسط هام قصاد شفل بالنسبة لأسطن فيلا وبرايتون فأسطن فيلا جاي من هزيمة قصاد وسط هام والراجل عايز يعني الفرقة عايزة انها تفوز وتعود لسكة الانتصارات وانت لازم تفكر في أسطن فيلا لاني أسطن فيلا لحدة الان ما لعبوش المؤجلات بتاعتهم والمتوقع هم اللي جاي لهم دابل جيم ويك الجاي لكن طبعا دابل جيم ويك حيكون صعب على أسطن فيلا ممكن لاني هم المطشاط المؤجلة معاهم توتن هام وإيفرتون لكن بالتأكيد في مباراة زي مباراة برايتون احنا ممكن نفكر في ثلاث لعابين الجون طبعا مارتنيز المتقلق جدا وبنشوف انه هو في الجولة اللي فاتت قدر انه هو يجيب تسع نقاط جريليتش الراجل اللي هو يعني يمكن في الأونة الأخيرة متزبزل في المستوى شوية لكن محدش يقدر يطلعه من حساباته أما اللاعب التالك فهو واتكنز المهاجم المتقلق في آخر مبارياته من لايه في كل مباراة بيسجله هدف على الأقل أما بالنسبة لمباراة واستهام وشيفلد يونيتد فشيفلد يونيتد الفرقة رجعت كلحة زي الموسم اللي فات الفرقة اللي ما تقدرش تسجل فيها أهداف كتير وانها دفاعيا بقت أفضل من بداية الموسم وانها كانت بتتهزم على طول واني زي ما قلنا كده لو اي حد لعبها حيفوز عليها في بداية الدورة وايضا واستهام جاي من ماتش ديربي وصاد فلهم وما عملش فيه حاجة للدرجة بس خلي بالك ان سوتشيك الطرد اللي خده في مباراة فلهم واللي كان الطرد مضحك جدا طبعا الكارت ده تشال وصوتشيك بيلعب فلو انت عندك صوتشيك ممكن تحافظ عليه لكن انا عن نفسي بلعت صوتشيك من التشكيلة وجبت مكانه جند جاد فاللعيب اللي احنا هنحط عينينا عليه او اللاعبين اللي هنحط عينينا عليهم في المباراة دي قصاد شيفلد يونيتد هيكون هو الحارس فابيا نسكي اللي ممكن يطلع بكلينشيت وزي ما قلتلك يعني شيفلد يونيتد تاني أضعف هجوم في الدورة الانجليزي الممتاز جاي بخمس باشر جون وايضا كريسول الراجل اللي بيلعب عرضيات كتير وبيلعب الفولات وبيلعب الركنيات وعنده طبعا ناطحة السحاب اللي هي حتى في الكاس كانت ممكن تطلع بهدف سوتشيك قصاد بانشستر نايتد لكن بيساكة لحق الكورة قبل ما تروح لسوتشيك وايضا عنده ناطحة سحاب أخرى وهي في الدفاع الراجل اللي زيه زي سوتشيك بيقدر ان هو يحط أهداف بالهد كتير فلو انت عايز تفكر أولهم هيبقى كريسول بعده دوسن وعندك سوتشيك وايضا ممكن نفكر في لينجارد اللي ملعبش ماتش الكاس عشان هو معار من منشستر نايتد أما بالنسبة لانتونيو فانا مش متوقع له التقلق في المباراة دي لأن انا شايف ان المباراة دي مش بتاعة مهاجمين المباراة دي بتكون بتاعة مثلا خط النص بتاعة فاول كده تترفع وتحطه في المرمى بتاع شيفل وكده فانا مش متوقع ان يكون انتونيو هو الراجل اللي يجيب نقاط او يجيب الاهداف بالنسبة لواستهامة خلصنا اهم المباراة واهم اللاعبين بالنسبة للجولة 24 لكن نيجي لفقرة جديدة كنا عملناها الفيديو اللي فات وتكلمنا فيها واللي هي انك تقارن ما بين لعبين وكنا تقارننا ما بين انتونيو وكالفر تلوين وقلتلك في الاخر ان هو ممكن المقارنة دي على الرغم انها بتصب بناحية انتونيو وانا كنت مع انتونيو انها ممكن تكون بلح وفعلا طلعت بلح في الاخر وكالفر تلوين الراجل جاب 12 نقطة وانتونيو ما جابش اي نقاط يعني الناحية التانية ما جابش الا نقطتين على الرغم من اني يعني كل حاجة كان بتوحي ان كالفر تلوين هو المستوى اقل هو المطشو اصعب فاحنا هنعمل نفس المقارنة دي المراتي وحكوم ما بين صلاح وصن لو انت عندك اتنين زي عندنا ومحتار مين تريحه برا مش تبيعه لأ مين تخليه عالدكة في الجولة 24 خصوصا ان المطشين بتعطل الفرقتين قوي جدا اصاد ليستر سيتي واصاد منشستر سيتي وخارج ارضية الملعب فاحنا هنعمل مقارنة بسيطة ما بين التنين ونشوف مين اللي حنريحه برا نيجي لمستوى الفرقتين ليفربول وتوتنهام اخر عشر مباريات بالنسبة لليفربول فهو اتهزم في اربع مباريات وفاز في تلاتة وتعادل في تلاتة اما الناحية التانية لتوتنهام فهو اتهزم في خمس مباريات وتعادل في مبارتين وفاز في تلات مباريات مستوى الفرقتين يعتبر متقارب ولكن مع عودة كين عادة الروح بالنسبة لتوتنهام اللي كان مفتقدها تماما والانان ان هو في اخر مباراة اصاد وسط بروم بيفوز بهدفين كين بيسجل وصوم بيسجل بس في الاخر ده وسط بروم اللي هو زي ما قلنا الهوى لو بيلعبه حيدخل فيه اهداف فانت كنت متوقع حتى بكين او بدون كين انهم حيقدروا يفوزوا على الفرقة دي اما بالنسبة لليفربول للناحية التانية فبلاقي ان الليفربول يعني على ارضية ميدانه طبعا سيء جدا ولكن خارج ارضية ميدانه هو بيحاول ينتفد في كل مباراة وفي كل مباراة بلاقي ان هو يحاول ينتفد فيها صلاح بيكون ليه نصيب يعني اصاد واستهام قدر صلاح ان يجيب جنين اصاد توتنهام صلاح جاب هدف وتلغى بداعي ان كورا جت في ايد فرمينيو فليفربول بيحاول ان هو يفوز لو نيجي بقى لمستوى اللاعبين ككل مستوى اللاعبين طبعا من مستوى فرقهم لما بتبقى فرقهم مستوها عالي بالله مستوى اللاعبين عاليين لكن هنتكلم عن اللاعبين خارج ارضية الملعب عموما اللاعبين طبعا صلاح عنده 16 هدف منهم 6 بلنتيات اما صن فعنده 13 هدف مفهوش ولا بلنتي صلاح خارج ارضية الميدان جاب 9 اهداف و2 اسست اما الناحية التانية فعنده 8 اهداف و3 اسست برضو المستوى متقارب ومش حاجة اللي انا اجزم بها هو مين اللي احطه على مين مين اللعب بيه اساسي ومين اخرجه برا ولا لعب بالاتنين لو هتلعب بالاتنين ده شيء عادي ده قرارك ولكن نيجي لاخر مقارنة هم الفريق اللي حيلعبه قصاده مين بالنسبة ليفربول حيلعب قصاد ليستر سيتي اللي اخر هزمتين ليه كانوا على ارضية ميدانو يعني هو اخر هزمتين عموما في الدوري كانوا على ارضية ميدانو قصاد ليدز واقصاد ايفرتون لكن فريق قوي جدا ولكن انا متوقع ان ليفربول بعد مقش قصاد السيتي اتغلب فيه ارباح عايز يعود بقوة عايز يرجع لسكة الانتصارات عايز يصالح جماهيرو فهيلعب مقش قوي جدا قصاد ليستر سيتي ومش بعيد انهم يقدروا يكسبوا ليستر سيتي وابو صلاح زي ما قلنا لما بيهدف ليفربول بيكون ليه نصيب من الطرطة اما على الناحية التانية فانت توتنهام حيلعب منشستر سيتي اللي عايز ينهي الدوري من الجولة 24 تقريبا ويفرق 8 نقاط عن اقرب الملاحقين ليه فانت تبص لمانشستر سيتي منشستر سيتي اللي لولا هدف ليفربول فيه وهدف تشيلسي كنت حتلاقيه طالع بعشرة كلين شيت في اخر 10 مباريات ولا 11 كلين شيت في اخر 11 مباراة ده قبل موضش ليفربول كان جاي بستة كلين شيت فانت مش متوقع من توتنهام انهم يعملوا حاجة قصاد منشستر سيتي وان منشستر سيتي حيردوا لهم الهزيمة اللي حصلت في الدور الاول بهدفين مقابل لشي بس ما تنساش ان اهم مباراة بالنسبة لمورينيو بتكون قصاد جوارديولا عشان مقارنات ما بين الاثنين مدربين وافضل مباراة لمورينيو الموسم الحالي كانت قصاد منشستر سيتي في الدور الاول اللي قدر يتغلب فيها بهدفين اللاشي فعشان كده هقولك ان الكافة على الرغم من انها متقربة ما بين اللاعبين صلاح وسون لكن انا حميل لكافة صلاح واشوف ان هي الاقرب بدافع ان المنافس اللي حيلعبه صن هو منشستر سيتي فريق قوي جدا لكن في النهاية زي ما قلتلك يعني هي ممكن تطلع كلها مقارنة في شينك وتلاقي ان صن هو اللي بيعمل وصلاح ما بيعملش ولينا عبرة في الفيديو اللي فات والجولة اللي فاتت وعلى الرغم من اني عندي بانفورد برضو وحيلعب قصاد ارسنال ومش متوقع فيه ان بانفورد يعمل حاجة كويسة لكني برضو بفضله على الصن بصراحة وهي زي ما تقول كده تعنيتها او يعني هي دي الفكرة ده اللي في دماغي وده اللي انا عايزة نفذه ان انا حريح صن وخليه دكة في الجولة 24 بس قول لي انت انت حتخلي مين دكة فيهم لو انت بتقارن ما بين الاتنين ان مين فيهم يقعد لك دكة في الجولة 24 الفقرة الاخيرة معانا قبل مين الكابتن هتكون فقرة التشكيلة بالنسبة للجولة وهحاول في كل جولة اقول لك تشكيلة كده من 11 لاعب متوقع لهم ان هما ان يكونوا افضل لاعبين في الجولة دي التشكيلة بتاعتي هتكون مكونة من نيك بوب كحراس مارما وفي الدفاع كل من كريسول وشو ودياز ومعاهم بمي اما خط النصف هيكون مكون من فرنانديز وجاندوجان ومعاهم كمان جريلتش اما الهجوم هيكون مكون من كل من واتكنز ومعا تيمو فيرنر ومعا كالفيرت لوين طبعا دي مش تشكيلتي اللي انا حلعب بها الفانتازي ولكن دول 11 لاعب اللي انا متوقع لهم ان هما يجيبوا اعلى نقاط في الجولة 24 نيجي لاخر فقرة معنا وهي مين الكابتن بديهيا كده لو انت حكبتن حد بدون ما تاخد الريسك فهيبقى هو برونو فرناندز قصاد وسط بروم المباراة بتاعته سهلة ومانشستر رونايت الفاي فتقدر ان انت تعتمد على برونو فرناندز اما لو حتريسك شوية ولكن لا بمستوى عالي بس المباراتين اللي هلعبهم قوي جدا وانت عايز لعيب من اللعيبة اللي هم هلعبوا الدابل جيم ويك فانا انصحك بجان دو جان ان انت كابتن وقصاد توتنهام وقصاد ايفيرتون الراجل ممكن يطلع لك بأسست في كل مباراة او أسست وهدف حتى في كل مباراة وتتعشى معاك اما اللعب اللي انا متوقع له ان هو يعني ينفجر في الجولة دي ولكنه كابتنة ريسكي هو تيمو فرناندز قصاد نيو كاسل تيمو فرناندز ببتدى تخيل يعتمد عليه في اخر مطشين بيجيب 3 أسستات فانت ممكن تفكر في تيمو فرناندز في النهاية ده كان كل اللي عندي عن الجولة 24 ومعلش الفيديو ممكن يكون طويل شوية عليك ولكن اتمنى اني اكون افدتك ولو بمعلومة صغيرة بسيطة عن الجولة 24 تجيب لك عدد من النقاط يرضيك اتمنى اني يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو طبعا ما تنسانيش من لايك والاشتراك في القناة واشوفكم بأتم حال وأتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته